السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك من نبيك عليه الصلاة والسلام تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابو ابن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ابن هاشم هاشم من قريش قريش من العرب العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم لهم من العمر ثلاث وستون سنة 40 سنة قبل النبو ثلاث وعشرون نبيا ورسول ثلاث وعشرون سنة ولد بمكة وهاجر إلى المدينة نعم ل Laure Madina نعم له.. أبو بُعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبيا للعرب فقط نبي لجميع الخلق الانس والجن اليهود والنصار الذين في زمن الان والذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار كفرا أكبر خالفوا ما جقاله موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم إلا أن يؤمنوا بجميع الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ يدعو إلى توحيد الله وترك الشرك يدعو إلى معالي الأخلاق وينهى عن مساوي الأخلاق الإحسان إلى الخلق الغاني يعطي الفقير لا يتكبر يتواضع حفظ للمرأة الحقوق وكذلك للرجل وكذلك للحيوان أمرا بالتعاون بالإجتماع للإفتراق حفظ على حقوق الإنسان إذا مات إنسان في الإسلام تحققنا من موت ندفر مباشرة لا نؤخر الدفن إلى شهر ونلعب بجسدي وننظر إليه ويتغير ويتعفن ويتنتفق البطن دين النبي صلى الله عليه وسلم كمول والله الحمد النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق ما يلحق البشر مات عليه الصلاة والسلام الدين الإسلامي يأمر بمحبة عيسى عليه الصلاة والسلام لا يوجد أحد من المسلمين يتكلم بأدنى كلمة بأقل كلمة في عيسى عليه الصلاة والسلام أو مريم رضي الله عنها حتي ري موضو مويدرامو ونو مو أغا أكرا أكيا ليا أورو واجي سو كانوا ينا موذرو مليامو دين واضح دين مستقيم دين جاء لأننا لابد أن نفرد الله بالعبادة ونحسن التعامل مع جميع الناس مع المسلمين وغير المسلمين دين جاء لأخذ عليه الصلاة والسلام المترجم للقناة